السلام عليكم كيف تمالا بس عليكم تمنكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن احوال اصحة جيدة فيديو ديال اليوم طالبيات بزف بزف ديال بنات في الانستجرام التك توك والفيسبوك خصوصا تك توك والفيسبوك اللي طلبوا مني شي غريبة اقتصادية تكون ديال الزبدة علاش تكون ديال الزبدة اللي على طول السنة كانحتاجوها في البيت ديالنا في المناسبات ولا من غير المناسبات اللي كتكون اقتصادية ولا كيجي وعد نظيف كيجي وعد نهات غريبة هادي اللي كتطول كتبقى حتى الخمستاشر يوم اليوم هادي قسم معاكم هالطريقة ديال الزبدة اللي طلبوها مني بزف ديال اللي بنات طريقة سهلة بزف واقتصادية هادي اللي جربتها جوج ديال المرات عجبتني بزف بزف وعندي بزف ديال الزبدة وقتل اليوم هادي اللي بقى جديدة يلا جربتها صراحة كتجي غزالة غزالة وكتجي شيشة وفي نفس الوقت اقتصادية بزف ديال البنات كي يفتشو على الوصفات اقتصادياً غادي نقسم معاكم تشوفوش حال الشيشة هاد غريبة ديال الزبدة هادي صراحة البنات كتستحق تجريب هاد غريبة ديال الزبدة غزالة كتجي هادي طلابية ديالكم البنات الي عجبكم فيديو ما تنسوني شيء بالتعاليق ديالكم واشتراك في القاناة وتبرتجيوها مع الاهل احباب ودائماً كنرحب بكم في القاناة كنقول لكم مرحبا والف مرحبا نبغادي ندوزول طريقة تحضير والمقادر تشوفو الطريقة ديال هاد غريبة ديال الزبدة بالنسبة المقادر ميتين وخمسين قرام ديال زيت النباتية ميتين وخمسين قرام ديال السكر سينيده وميتين وخمسين قرام من الزبدة وشوية ديال ملحة واحد ميته قرام ديال زنجلان او لالكوكو اللي بغيتو 800 قرام حتى 700 قرام ديال اه دقيق وحد جودة شاصيات ديال اه نكهة سوف نعود لكم المقادير هنا 250 جرام من الزبدة الزبدة مختلف 250 جرام من السكر سوف نضيف زيت نباتية 250 ملل من الزبدة سوف نضيف زيت نباتية سوف نضيف زيت نباتية سوف نضيف زيت نباتية 250 جرام 250 جرام اضرب كهرباء كهرباء احسن حاجه لكي تسهل عليكم عندما ترى الخليط يقوم بحلوة كريمة اضربه جيدا و خلطه حتى يدب لنا السكر من قبلakan مبكسك سوف نسهر سوف نقوم بشكلة من قد حلوة البلدية سوف نقوم بجمع بالرغاء و هناك لديه جنجل 150 لخصوص والبنز اضيفه دقيق قليلا بشيء دائما غريبه دائما ضيفه دقيق قليلا بشيء حيث على حسب كل مرة الخالط دينا كيفاش يخرج لنا كما كنت اشترك معي انا وخات دائما قليلا غريبه وكنا ضيفه دقيق قليلا بشيء اضيفه دقيق قليلا بشيء كنا بزاف ديال الشكال ديال الغريبه بزاف ديال الزبدة فيها اشكال بزاف ديال وطريقة دياله عندي بزاف ديال الافكار في الناس ديالي ديال الغريبه و بزاف اللي جربتهم يزدقو كي حمقو المهم ان اعطيتكم هذي اللي ساهل اقتصادية و كتجلبنه و كتبقى بزاف ديال الوقت حتى ال 15 يوم كتبقى ديالوها في شيء في شيء في اي بلاسه كانت عندكم مهم شيء تاسا ولا في شيء سوبيره مهم عين غطيوها كتبقى حق 16 يوم هذي الحلوه هذي اللي كانحتاجوها على طول السانه ماشي كانحتاجوها على مناسبات وسهلة واقتصادية هنا غنضيف الدقيق اللي مقالية بالنسبة للدقيق ديال واحد نهار عملتها خرجت لي 700 جرام من الدقيق الفرس 700 جرام هذيت لي لحسب كل مرة عندما تكونوا تعملوا الدقيق ضيفو شوية بشوية ما تضيفو شيء كل شيء في دربة واحدة باش الخالد ديالكم ما يجيكم شيء قاسح سافي نيام بعد ما اضفت الدقيق ديالي كما كنت شوفوا معايا كنجمع حبيدي وكنشوف إلا جاتني خفيفا كنزيت شوية دقيق ماشي مشكلة مهم ما نقصحوها شيء إلا بغيتو تجيكم زيانا ما تقصحوها شيء سافي في اللخر هنا يا اليوم شيء 800 جرام ديال الدقيق اللي رفدت لي وغادي نضيف عليها تلخر تلخر مرة عد كنضيف خميرة ديال الحلويات اللي فيها 8 جرام او 7 جرام بحال بحال مش مشكلة إلا بغيتو تجيكم مشقة بزف بزف كتزيدو شوية الخميرة كتزيدو شوية الخميرة أنا بالنسبة لي ما كتعجبني شيء تجي مشقة بزف بزف كتزيدو شوية كتزيدو شوية 8 جرام او 7 جرام سافي كنخلطوها ما كندلكوها متاشي حاجة كنجمعوها بدينا عادية غادي نوريكم طريقة ديال دليك ديالها سبيسيال باش بلا ما تقود دلكوها كنشبر واحد اللي كنحكو فيها ماطيشة ولا البصلة الحكاكة وكنبقوا نحكوها في حالها الطريقة هذي كنبقوا نحكوها شيجوش دلمرات حتى لثلاته دلمرات هذي هي الطريقة ديال دليك ديالها اللي بنتكجي حسن 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 مدلكوها والليلا جربتها وجربتها أنا مبقيتش كندلك اي غريبة خصها دليك ما كندلك هاشي كنبقوا نحكها بهالطريقة هذي إلا بغيتوا وراء واحد غريبة واحد غريبة ديال الخالد غدي نخلي لكم غريبة اللي عاملة وملوزة للقرقع كاملين في صندق الوصف سوف تشوفوا الطريقة تا واحد المرة عدلت واحد غريبة كنحكها في حالها هذي هي الطريقة ديال الحكاكة ديالي ديال الحكاكة مش كنحكو القشوة ديال الحكاكة او ديال العجينة اللي بغينا ندلكوها بلا من دلكوها نحكوها عرف الحكاكة اي حكاكة كانت عندكم ماشي مشكلة سافي كنجمعوها و مباشرة كنغطيوها باش متحشي لينا كنغطيوها باش متحشي لينا كي ما قلت لكم نغطيوها بسلوفان ولا باي حاجة ولا بشي فوطة ولا باي حاجة وندوزوا مباشرة مباشرة نشكلوا الكويرات ديالنا انا تعجبوها رتح ما خلوات بات متر اشي حاجة هذي هي غربة اللى كتوجد ضغية بالضربة 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 سافي هنيا بغيتو اذنهم و اذنهم ولا خليوهم خليوهم ثم مبغيتو أعدلا فيهم ندرت فيهم اربعين قرام هنيا تقدرو تدرじゃない u40 قرام تقدرو ت죠 ادريدو كلا30 قرام ولا 20 قرام على حسب كل كتعجب الحلوه كبيرة ك所有 ت bijك تعجبو الحلوه كبيرة ادريد które تعجبو الحلوه صغيرة على حسب يختلف كل من الضوء سوف نايا ناديا 40 قرم سوف نكورهم عادي لا طحن في دينا لا زيت لا مزهر لا شيء سوف نايا نايا بعد ما كورتهم عبرتهم كاملين بهم و كورتهم انتم سوف تشاهدوا معايا كان اضار بالزربة حتى هذا الفيديو كيزر حتى اشتغل الفيديو كيزر فكما قلت لكم سوف ندخل لكم ملوزة القرقع و غريبات و كل شيء سوف ندخل لكم في صندوق الوصفة البنات و دخلوا تشاهدوا متبارك الله ملوزة القرقع غزالة و جابت طالبية بزرد دينا شافوها 13 ألف شافوها و دائما كنرحب بكم و كنقول لكم مرحبا و ألف مرحبا هنا يوزنتهم كاملين بهم عاد كنكورهم البنات لكي تبقى الخدمة نقية و كنبقى سطح العمل و يبقى كل شي نقي سوف يتعبرهم كاملين دياني درت فيهم هنا اربعين ديال القرب هنا يكون الفران ديالي يسخن سننظر لكم على الفران هنا بعد ما كورتهم عاد درت الفران يسخن بالنسبة للفران درتو أعلم يو 80 دراجة درتو أعلم يو 80 دراجة من الفوق و من التحت و دخلت الحلوه ديالي و خليتها طابت واحد طول و تساعة طول و تساعة هنا كنبقى القرفة من الفوق لكي يأتي المضاق مبدل و كنبقى صراحة كنبقى و نات غريبة هذه الثاني دلمرة و انا كنجربها سوف كنبقى لها كنبقى اللوز اللي متوفر عنكم دروا لها الكوكا و اللوز و انا كنبقى لها كنبقى اللوز كنت عدلت به الحلوه و شطلية و قلت كنت عيش مزين شي به زيينت به صراحة كنبقى و انا اراقية اه هنا يانا بعد ما كملتهم كامي بهم سوف ندخلهم الفران على 180 دراجة ملفق و ملتحت و ننخليها طول و تساعة بالنسبة لالفران ديال الجاز كنصخنوه مزيان 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 فران ديال الجاز كنصخنوه ملفوقي و ملتحت كنصخنوه مزيان مزيان و ندخلو السنية ديالنا الفران و ننقصوا منها نخليوها الى 100 قمت لدينا البعدث من مجموح لدينا وقشي من المجموح ويضع الحرارة كما تشبر فيها كاملة ثم لا تريد أن تجد الخميرة لا تريد أن تجد الخميرة كثيرا لا تريد أن تجد الخميرة لا يوجد مشكلة بعد ما طهفت خميرة بعد ما طهفت تبريد أن تبريد بقى سخونة سوف تهرس كاملة بقى سخونة تولد ساعة 20 دقيقة لا تفوتوها بعد ما تجدتها بردت سوف نستفعها في الطبس أو في الطيسان أو في أي شيء كما قلت لكم هذه الحلوات التي تكون لدينا على دور العام في البيوت المغربية لا يجب أن يأتي لدينا شي ضيف تكون لدينا هذه الحلوات ونحن لدينا قاعدة في الشمال هذه الحلوات لا تخطينا شيء فقط كما نجعلها ونحن لدينا شيء ونجد حلوات سهلة ونزيد معها كيكا لا تنسى أن لا تنسى اجعلنا الفيديو ونجد منها السبدة كتجي غزالة غزالة بالنسبة للزبدة عملوا اي زبدة عجبتكم ولكن الزبدة ديال الحجرة كتجي مزيونة وكيجي الماضاق مختالب انتم ما غادي بتشوفوا معايا كتجيه شيشة شيشة هاد الحلوة ديال الزبدة اتمنى اعجبكم فيديو وتعجبكم الطريقة وكنقلكم حتى الفيديو اخر وصفة اخر ان شاء الله مع السلامة